هل تعلم حضرتك ان اتنين او ثلاث اشخاص من كل خمس اشخاص مصاب بانيميا نقص الحديد طب يعني ايه اصلا انيميا نقص الحديد وازاي بتتعالج و ايه انواع الحديد اصلا و ايه النوع المهم ان انا اخده او بمعنى اصح الافضل ان انا اخده طب لو انا ما بستحملش النوع ده ايه النوع التاني اللي ممكن يكون بديل لي ويكون كويس جدا طب التركيزات اللي بتبقى مكتوبة على علب الادوية هل ده فعلا الحديد اللي بيدخل جسمي ولا بيكون تركيز تاني خالص طب ايه الجرعات اللي انا محتاج اخدها لو انا عايز احمي نفسي من انيميا نقص الحديد او ان انا عالج انيميا نقص الحديد طب هل الحديد ده افضل استخدمه على طول ولا ليه وقت معين طب اقل مدة قد ايه واقصى مدة قد ايه طب اخده امتى الصبح الضهر بالليل قبل الاكل بعد الاكل طب الحديد ايه الحاجات اللي ممنوعة اخدها معاه ويه الحاجات اللي لازم اخدها معاه وكده بما ان المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا وتخص الاطفال وتخص الكبار لازم تركز معاه في الفيديو ده وخلينا اقول لك لأول مرة فعلا هات وراه وقلم واتكبراه قبل اي حاجة لازم نعرف هو ايه الحديد اصلا وايه دوره في الجسم حضرتك انت عندك حاجة اسمها الهيموجلوبين والهيموجلوبين ده هو الحاجة اللي بتشيل الاكسوجين فقرات الدم الحمرى عندك من الرئة توصله الى الخلايا بتاعت الجسم تخيل انت الخلايا بدون اكسوجين هتبقى عاملة ازاي او حتى لو اكسوجين اقل من اللي هي محتاجاة برضو هتكون الخلايا دي عاملة ازاي ضمنها خلايا المخ فبالتالي نقص الحديد بيعمل انيميا نقص الحديد بيعمل نقص في الهيموجلوبين وبالتالي بيعمل ضعف في الادراك والزاكرة فما تستغربش لما يكون عندك طفل او انت حتى شخص كبير دايما مصاب بالارهاق دايما عندك تشوش في الزاكرة دايما مش قادر تركز في حاجة دايما بتصاب بدوخة وارهاق وتعب دايما عندك سمنة تخيل ان الحديد كمان ليه علاقة بالسمنة لانهو بيدخل في عملية الايد اللي بتحصل في الجسم كله وعملية الايد هي عملية تحويل الحاجة اللي انت اكلتها لطاقة فتخيل لو العملية دي ما تمتش وتحولت لدون وتخيل حضرتك لو انت حامل وفي بطنك بيبي وانت عندك نقص في الحديد فانت للأسف اصبت الطفل ده بانيميا نقص الحديد ومش بس كده ان هو هيطلع الطفل عنده انيميا لأ ده كمان النمو بتاعه نفسه هو جوه بطنك بيتأثر ولو حضرتك دايما بيجي لك نزلات برد وبتتصاب على طول بأي عدوى او فيروسات من الفيروسات الكتير اللي حوالينا دلوقتي فما تستغربش لان حضرتك عندك مشكلة في نقص الحديد في جسمه طب هو الحديد ده احنا بناخده اصلا في صورة ايه وبيحصل في ايه في الجسم من جوه حضرتك دلوقتي لو اكلت مصدر في حديد كلت مثلا لحمة كلت سمك كلت كبدة كلت دجاج كلت بيض اي حاجة من المصادر الحيوانية او لو انت شخص نباتي مثلا فروح تكلت سبانخ كلت مكسرات كلت حبوب كاملة وان كان الافضل والاحسن والاجود هو الحديد اللي بيجي من المصدر الحيواني وده للاسباب اللي هقولك عليها دلوقتي حضرتك دلوقتي لما بتاكل الحاجات دي الحديد بيبدأ عن طريق الحمض بتاع المعدة وركز قوي في الحتة دي عشان هتقولك بعد شوية ايه الحاجة المهمة جدا اللي مهمة تاخدها مع الحديد علشان تزود الامتصاص بتاعه الحمض بتاع المعدة بيبدأ يطلع الحديد من الاكل اللي انت اخدته ويخلي الحديد حر من المعدة بعد كده الحديد الحر ده يتحول من صورة خاملة يتحول لصورة ناشطة اسمها الفرس بعد كده يروح يتنقل على الامعاء لما بيروح للامعاء هو بيتخزن في صورة حاجة اسمها فريتين ومهم جدا تحفظ الاسم ده عشان ده من ضمن التحاليل المهمة جدا اللي لازم تعملها عشان تعرف انت الحديد عندك عامل ازاي بصرف النظر عن تركيز حتى الهموجوبين اللي موجود في الدم مخزون الفريتين ده يبدأ يطلع الحديد اللي فيه وقت ما جسمك يحتاجه وتقريبا احنا بنحتاج الحديد كل يوم فلو الفريتين ده عندك ناقص هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في امتصاص او نقل الحديد للاعضاء بتاعة الجسم نرجع تاني بقى للحتة بتاعة الحمض بتاعة المعدة حمض المعدة هو مهم جدا لامتصاص الحديد فلو حضرتك دلوقتي مثلا بتاخد ادوية بتقلل من الحمض بتاعة المعدة زي الناس اللي عندها جرسومة معدة مثلا وبتستخدم ادوية زي البنتوزول او البنتو برازول يعني والقوم برازول والنيكسيوم والحاجات دي كلها فتخيل بشكل رئيسي ان هيبقى عندك مشكلة في امتصاص الحديد من الاكل وبالتالي هتعاني من انميا كذلك الكلام يشمل الناس اللي عملة عمليات تكميم هيبقى عنده نفس المشكلة عشان كده الناس دي دايما بتلاقيه بعد عملية التكميم بشوية يصب بارهاك وتعب ويبدأ الدكتور يقول له خد حديد من برة وهو لما بياخد الحديد من برة هو بياخد الحديد في الصورة اللي يتم امتصاصها مباشرة اللي هي صورة الفرس على نفس هذا المنوال بقى حضرتك لو بتاخد حبوب الحديد انت محتاج المعدة تكون حمضية وامتى المعدة تكون حمضية ان انت تاخد معايا فيتامين سي لان الحديد اخوه على طول فيتامين سي لازم تاخد الاثنين مع بعض فيتامين سي هيزود الحمضية بتاعت المعدة وكمان بيساعد على تحويل بالتبعية طبعا بيساعد على تحويل الحديد للصورة اللي هي صورة الفرس او الصورة النشطة الجاهزة للانتصاص بتاعة الحديد طب ايه الحاجات اللي ممنوع بقى ان انا اخدها مع الحديد او بمعنى اصح مش هنقول ممنوع قوي ولكن بتقلل من امتصاص الحديد قلنا على حاجة منهم من شوية اللي هي الادوية بتاعة المعدة او اللي بتقلل من حمض المعدة الحاجة التانية ان انا الصح والافضل ان انا اخد الحديد على معده فاضية طب حضرتك بتاخده على معده فاضية وبيئذي المعدة عندك هقولك على بداية ممكن تستخدمها من صور الحديد عشان الناس مختزلة الحديد في صورة واحدة بعد شوية بقى هتاخد كلام مهم جدا مخدش مثلا الحديد مع كالسيوم متاخدش الحديد مع حبوب كاملة وفي صفة عامة لما تاخد الحديد خده بشكل رئيسي من المصادر الحيوانية المصادر النباتية بيكون امتصاص الحديد فيها اقل تقريبا لا يتجاوز مثلا ال 12 في النوم والحاجة طبعا اللي مشهورة جدا اللي هو الشاي والقهوة بس الشاي اكتر عشان الشاي موجود في مادة اسمها تنين التنين ده بيمسك في الحديد وبيمنع عن امتصاص بتاعه الكالسيوم احنا قلناه من شوية متاخدش حديد مع كالسيوم لنفس السبب الكالسيوم بيربط مع الحديد بيعمل حاجة اسمها الكلاشن ويمنع عن امتصاص بتاعه نيجي بقى لكلام اللي هيبقى مهم جدا بالنسبة لحضرتكم الحديد دلوقت فيه كزا صورة لما حضرتك تجيب العلبة مثلا بتاع الحديد هتلاقي مكتوب حاجة فرس طالفيت فرس فيومريت ودول اللي هتلاقيهم هم الاشهر والسبب الرئيسي في الموضوع ده ان سعرهم رخيص عشان كده لو حضرتك عندك تأمين مثلا او حتى بتشتريه على حسابك هتلاقي دايما الدكاترة بيرشحولك انه عن الاثنين دول عشان سعرهم رخيص ومبدئيا هم كويسين مش بقولك انه هم وحشين والمصاص بتاعهم كويس بس في ناس كتير ما بتستحملش الادوية دي وبتعمل لها مشاكل زي الغسيان وزي احيانا الترجيع وقلم في المعدة وامساك شديد فبالتالي اذا حضرتك بيحصل معاك حاجة مع الاثنين دول هقولك كمان شوية على بديل ممكن ت يستخدمه سعروا قد يكون غال شوية ولكنه افضل بكثير طب حضرتك انت روحت دلوقتي اشتريت من الصيدلية مثلا فرس سلفيت ولقيت مكتوب عليه تركيز 325 مل جرام من اللي هو الفرس سلفيت ده بيدينا حديد قد ايه نفس الموضوع بالنسبة للفرس فيوميرات انا روحت برضو اشتريت ولقيت مكتوب عليه 325 ميل جرام من الفرس فيوميرات برضو ده بيدينا حديد قد ايه اكيد ده مش تركيز الحديد اللي بيدخل جسمي فانا اكيد مش هقولك ان انت تاخد 325 ميل جرام مثلا من الحديد مرة في اليوم لا محتوى الحديد من 325 ميلي جرام بالنسبة لي الفرس صالفيت بتبقى 20% ومحتوى الحديد من الفرس في وميريت بيبقى 30 أو 33% أبسط خالك كده بشكل أبسط شوية لأن أكيد أنت تهتم معي أنت دلوقتي مثلا هنقول كل 100 ميلي جرام بتاخدهم من الفرس صالفيت هيوصل لجسمك من الفرس صالفيت 20 ميلي جرام حديد فقط وكل مثلا 100 ميلي جرام من الفرس في وميريت حضرتك هيوصلك 33 ميلي جرام فقط من الحديد يبقى دي الجرعة اللي انت أخدتها طب هل دي الصور بس اللي موجودة من الحديد لا طبعا موجود منه صور كتير ولكن الصورتين اللي هقولك عليهم كمان شوية دول بقى للناس اللي بيبقى عندهم مشكلة مع الفرس صالفيت والفرس في وميريت في موضوع الأثار الجانبية اللي عندهم في المعدة اللي هي حاجة اسمها الأيرن باي جيليسينيت وحاجة اسمها الفرس جلوكونات ودول يعني شوية الاختلاف بتاعهم ان محتوى الحديد اللي فيهم أقل ولكن المتصاص بتاعهم مبدئيا كويس جدا والأثار الجانبية بتاعتهم تكاد تكون لا تذكر بالنسبة لي النوعين اللي احنا قلنا عليهم من شوية فالايرن باي جيليسينيت محتوى الحديد فيه 20% وإلي هو الفرس جلوكونات لا ده محتوى الحديد فيه بيكون بس 16% بس الايرن باي جيليسينيت فيه حاجة مميزة قوي ان الناس اللي هما الفيجيتيريان او اللي هما ما بيكلوش لحوم خالص ايا كان بسبب عقيدة بسبب حاجة عندهم هما تقدر تستخدم الدواء ده لانه اصلا جاي من مصدر نباتي طب انا دلوقتي لو عايز اخد الحديد كوقايا من انيميا نقص الحديد هاخد جرعة كام بالنسبة للرجال الأكتر من 19 سنة فحضرتك بتاخد من 8 ل 11 ميلي جرام في اليوم بالنسبة للستات برضو اللي هما أكتر من 19 سنة بس مش حامل بتاخد تقريبا 18 ميلي جرام في اليوم وانا قلت لك في الاول هقول لك تمان شوية للستات اكتر تعرضا للانيميا لان طبعا بيحصل معهم كل شهر اللي هي الدورة الشهرية فبيفقدوا نسبة من الدم اكتر وبالتالي بيفقدوا جزء كبير من الهمجلوبين والحديد عن طريق النزيف اللي بيحصل طب لو واحدة ستة وحامل ايا كان عمرها فهي بتاخد الجرعة الوقائية 27 ميلي جرام كل يوم من الحديد الاطفال بياخد تقريبا ما يكافئ 3 ميلي جرام والاطفال اللي بتكلم عليهم هنا اللي هم فوق السنتين بياخد تقريبا 3 ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم ده لو انيميا خفيفة انما لو انيميا جديدة بياخد من 4 ل 6 ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم بينما الكبار او اللي هم البالغين لو عنده انيميا بيبقى تقريبا الجرعة اللي محتاجها في اليوم اللي هي انيميا نقص الحديد بيبقى تقريبا من 100 ل200 ميلي جرام كل يوم طب الست الحامل لو هي عندها انيميا نقص الحديد فهي بتاخد اكتر شوية هي بتاخد تقريبا من 60 ل 120 ميلي جرام كل يوم لو عندها انيميا نقص الحديد طب السؤال المهم واللي بيطرح نفسه انا ازاي اصلا نعرف ان عندي انيميا او ما عنديش حضرتك مطلوب منك كم تحليل كده تعملهم ولكن اهمهم واللي هو بنقول عليه اللي هي النواة الاولى اللي انت تعرف بينها عندك انيميا نقص الحديد او لا اللي هي صورة دم كاملة هتلاقي فيها قمتين اتنين مهم جدا تبص عليه حاجة اسمها الهموجلوبين ده ليه رقم معين او فاليو معينة بتختلف من الراجل للست للطفل المهم اي معمل بتلاقي كاتب لك الرقم او الفاليو جنبه لو انت عندك نقص في الهموجلوبين فمهم جدا ان انت تركز بقى على القيمة التانية اللي هقولك عليه حاجة اسمها الام سي في دي بص عليها جوه التحليل وشوف انت جوه الرنج الطبيعي ولا لا دايما الانيميا نقص الحديد بيبقى الام سي في صغيرة والهموجلوبين صغير فبالتالي في الحالتين الاتنين دول بنقول ان ده يؤدي ان الشخص ده عنده انيميا نقص الحديد طيب هل بس ده التحليل اللي انا بعمله لا حضرتك فيه تحليل تاني مهم جدا اللي هو الفريتين او اللي هو مخزون الحديد وحاجة اسمها معامل ارتباط الحديد اللي هو التي آي بي سي وطبعا بتعمل اللي هو معدل الحديد في الدم مهم جدا بقى بما انك بتعمل كل دول لازم الاول تطمن على الكبد لما تكونش بتاخد حديد على الفاضي فبتعمل وظايف كابت اللي حاجة اسمها الالتي وحاجة اسمها الاستي طب انا دلوقتي لو باخد حديد اخده المدة قد اي في الغالب الحديد من شهرين لتلات شهور ولكن قد يمتد لحد ست شهور بس مهم جدا ان انت ما تزودش قوي عن الرقم ده اللي هو مدة الست شهور ومبدئيا لازم تشوف تحسن عشان لو ما فيش تحسن يبقى انت عندك فيه مشكلة حصلة ما فيه امتصاص الحديد يعني انت بتاخد دلوقتي مثلا فرس صالفيت او فرس ايا كان صورتوفيوموريت كولوكونيت ايا كان واخدته مثلا لمدة شهرين والهموجلوبين عندك ما بيرفعش والفريتين عندك ما بيرفعش يبقى فيه مشكلة في الامتصاص في الحالة دي ممكن يودوك لو طبعا فيه نقص شديد في الحديد انه ممكن ناخد اللي هي حقن الحديد ولكن طبعا يعني بيبقى لازم تتاخد في مستشفى بشكل معين بكلام من ده فمهم جدا جدا ان انت تتابع مش مجرد ان انا بياخد وخلاص ومهم جدا جدا ان انت لازم تكمل المدة كاملة برضو ما يفعش شخص ياخد مثلا او واحد عندها شوات تساقط في الشعر او كده تروح تاخد شهر وتوقف تكوين الكرات الدم الحمراء اصلا بياخد وقت يعني تقريبا لحد من 90-120 يوم عشان يتكون كرات حمراء جديدة تتناسب مع احتياج جسمك من الاكسوجين والحد هنا وصلنا نهاية الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم واتمنى ان انتو تشاركوه مع اي حد تاني بتحبوه لان المشكلة كبيرة جدا ومحتاجة ان احنا كلنا نتدخل فيها بتأثر على اطفالنا وبتأثر على الاجيال اللي جاية مهم جدا 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 التوعية في الموضوع ده وطبعا لو عندكم اي سؤال لا تترددوا اكتبوه في التعليقات وان شاء الله بالقدر المستطاع هحاول اجاوب على كل الاسئلة هشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاية على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة